قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تغريدة له يجب ان نستعيد العدد الصغير المتبق من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين يغدمون في افغانستان بحلول عيد الميلاد وفي وقت سابق من نفس اليوم اشر روبرت اوبراين مستشار الامن القومي لترامب الى ان مستوى القوات الامريكية في افغانستان يصل حاليا الى اقل من خمسة الاف وسيتم خفضه الى حوالي 2500 بحلول اوائل عام 2021 ويذكر ان ترامب تعهد بسحب القوات الامريكية من افغانستان في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ويعتقد المحللون ان ترامب تسرع مؤخرا في عرض النتائج الدبلوماسية التي حققها ترامب بقضية افغانستان مع الاقتراض من موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من هذا العام ووصلت الولايات المتحدة وضع الضغوط على الاطراف الافغانية في الاشهر الاخيرة حاسة على انطلاق الحوار داخل البلاد تمهيدا لسحب القوات الامريكية منها وخلق ظروف مناسبة لوفاء ترامب بوعده واشر المحللون الى ان العلاقات بين ترامب والقوات الامريكية شهدت تصاعدا في حدتها مؤخرا واذا استمر ترامب في فقدان اصوات العسكريين فسيكون وضعه الانتخابي اكثر خطورة ويهدف اعلان ترامب عن سحب القوات الامريكية من افغانستان في الوقت الراهن الى تملق الناخبين العسكريين وتمهيد الطريق للحصول على الفترة الرئاسية التالية في انتخابات نوفمبر ترجمة نانسي قنقر